اكدت مصادر اعلامية عن نشوب خلاف بين الرئيس الايراني حسن روحاني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني حول زيادة ميزانية الحرس الثوري وذلك خلال مراسم عيد الفترة الجمعة الماضية ونقلت المصادر انه لدى حضور الرئيس الايراني منصة المسؤولين توجه اليه قاسم سليماني وحذره من مغبة عدم تخصيص مبالغ اضافية للحرس الثوري وفيلق القدس واتات هذه الخلافات حول زيادة الانفاق العسكري في ظل تصاعد الضغوط الامريكية والدولية لتحجيم الدور الايراني المزعزع للامن والاستقرار في المنطقة وايقاف دعم نظام الولي الفقيه المتواصل للارهاب وتسليط الضوء على دور الحرس الثوري في السيطرة على مفاصل الدولة والتحكم بقرارها السياسية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر